بسم الله الرحمن الرحيم عزي طلبة الثانوية العامة سنبدأ الآن كيفية حل سؤال قطعة الفهم في اللغة الانجليزية طيب هنا طبعا الطبيعي كل المدرسين بيقول لك اقرأ الباسج اقرأ القطعة اللي قدامك وبعد كده ايه انزل حل الاسئلة انا بقول لك الكلام ده خاطئ مية في المية في طرق تانية اسهل من كده وانت بنفسك هتقتنع بالكلام ده طيب اولا قبل ما تفكر في الطريقة التانية اللي انا بقول لك عليها دي انت عندك الباسج وانت بتقرأ فيها اسمها ايه هي يعني قطعة فهم يعني مش مستحيل كده جايب لك كل الكلمات اللي موجودة فيها انت تعرفها يعني اكيد فيه كلمات جديدة انت ما تعرفهاش طب انا هعمل ايه فيه الكلمات الجديدة ده يا مستر اولا عندك تلات طرق اول طريقة اه يا ام هتحاول تخمن المعنى بتاعها من خلال السياق ازاي خمن المعنى طالما انا معرفهاش هقول لك مثال يعني لو مسلا قلنا فانت مش عارف معنها ايه تمام فتقول لي طيب المعلومة تقدر تطلع بيها كفكرة تخمين هنقول يبقى اكيد دي حاجات تتاكل بس هو ده المطلوب منك كفكرة تخمين تمام طب لو قلنا مسلا طب يوركشاير ده اسم واحد اسم شخص اكله هتقول لي لأ هو بيعيس في يوركشاير يبقى اكيد يوركشاير ده اسم مكان فانت اول مرة يعد عليك المكان زي كده تمام مسلا فانت عملت على فكرة التخمين انك تخمن تمام كده طيب تاني حاجة بقى اه لو كلمة جديدة عليك زي كده هتقرأ السياق كويس جدا 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 كل اللي حواليها تمام كده وممكن تلاقيه موضح في الجملة اللي بعدها وبتحصل كتير تمام كده يعني مسلا اقول لك ايه اه 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 از انا مان السفير ده رجل مهم اوكي حيث يمثل دولته اه يبقى فهمنا السفير واحد بيمثل دولته في اماكن او في الدول تانية يبدأ بنسمي ايه سفير يبدأ توضح المعنى بتاعها رقم تلاتة بقى لو كلمة جديدة عليك رقم تلاتة دي غريبة شوية خلاص انت مش عارف تخمن معناها مش عارف تلاقي معناها في الجملة خلاص مش هتضايق بقى وتعصى بنفسك وتفقد سؤال لا ممكن ما تكون بتاعها ملوش مش هيأثر في في الجملة او في الاسئلة ولا لها اي علاقة بس هو ارتباطي في الكلام هو اللي كتب لك دي هو عارف منين انك ما تعرفش المعنى وانه هو هيعطلك في الكلمة دي فانت ما تتضايقش تمام في نقطة كمان تانية حابب بتكلم فيها فكرة ان في بعض من المدرسين يقول لك ايه انت بص في السؤال تحت مطلوب منك ايه وانت بقى فوق اه تشوف اللي سبهها ونقول هقول لك والله احيانا بتجيب الطريقة دي مش هكذب ولا هقول لهم ما مش صادقين بس الحاجة زي كده بتستخدمها مع مين مع الطالب اللي وزيره ما يعرفش اي حاجة في الانجلش ده لو جاب له اتنين من تمانية او اتنين من عشرة بالنسبة له واو حاجة تحفة تمام لكن انت كطالب سنوية عامة لا انت محتاج بقى محتاج تمام لانك انت بتدور على مستقبل طيب في حاجة كمان ممكن انت بتلاقي وانت بتقرأ كده بتلاقي في حاجة زي اه اللي عندك ات دي تمام اللي هو ضمائر الفاعل حلو كده طيب في الحالة دي هتعرف ايه خليك عارف انه دايما طبعا ات او هي شي ات اه وي ذاي يو وهكذا اي تمام في الحالة دي هيطلب منك تحت سواء كان في او هيطلب منك دي يقصد بها ايه تمام فلزلك ونت بتقرأ تركز من البداية دي يقصد بها ايه تمام طب ممكن تلاقي كلمة مش زي كده زي برضو هتلاقي نفسك مطلوب منك اه تعرف اه معنى الكلمة دي اكيد مش يقصد بها ايه تمام اه طيب احنا هنحاول برضو انا هحاول احل معاك القطعة دي بمنطق المستوى متوسط في الانجلش مش اه القوي جدا وطول بلك معاك كده كويس لو انت عايز تبقى ايه حاجة كويسة في حل نقطة اخيرة بقى فيما يخص موضوع يعني ايه اللغة ممارسة يعني كل ما تحل كتيرة كل ما تحل قطع فهم كتيرة كل ده ما هيساعدك انك تعرف تحل بعد كده في الامتحان وممكن قطع نفسها تفيدك في حاجات تانية تفيدك كمعلومة تفيدك في وهكذا طب ايه الطريقة اللي انا قلت لك غريبة جدا وهتختنع بيها طريقة ايه دايما كله بيقرأ الاسئلة وجاوب تحت صح كده لا انا مش هقول لك اعمل كده خالص هقول لك ايه ابدأ بقرأة الاسئلة ايه مستر الكلام الغريب ده ايه يا حبيبي ابدأ قرأ الاسئلة يعني اقول لك انا السؤال اول اه هي لفت ان دا بلس ولا هي واس كود باي دا بوليس ولا هي مت دا بريزدنت ولا هي واس باريد اندر دا بلس طبعا انت ما عندكش اجابة انت مش رايح تجاوب يا حبيبي ما اللي انت هتعمل بقى هتقرأ الاسئلة ايه الفكرة بقى في اراية الاسئلة في انت عندك حاجة اسمه العقل الباطن ايه العقل الباطن دا العقل الباطن دا بيحاول يلاقي معلومة اه يحاول يبحث عن معلومة وانت مشغول بالدور على معلومة تانية لذلك في الانتحان بيقول لك لما بتكون سؤال مش عارف اجابته اعمل عليه وروح للي بعده ايه اللي بيحصل لو انت قعد تتفكر فيه طول الوقت كده مش ممكن ما تجيبش او ممكن تستغرق وقت طويل عشان تجيب الاجابة لأ وانت بتحل بسؤال تاني عقلك الباطن بيحاول ايه يسترجع المعلومة وبيفكر يجيب اجابة للسؤال اللي انت عملت عليه نفس الفكرة في في قطعة الفهم انت قريت سؤال مش عارف اجابة وانت بتقرأ عقلك عمال يدور على اجابة تمام بيحاول يفهم تمام طيب دي اول خطوة تاني خطوة بقى بتعمل ايه بعد ما تقرأ الاسئلة كويس طبعا تقرأها بفهم مش قرأة كده اه تفهم نطلوب منك اه بعد كده تخش بقى على فين يا بطل تقرأ تحاول تفهم جملة جملة يعني في نهاية الجملة في فلسطوب افهمها الاول بعد كده انتقل الجملة بعدها خلصت كده اقرأ مرة تانية كده كفكرة عامة على بعضها انت الاول بتقرأ بتومع نظر يعني بتدقق على كل كلمة ما لمتش على بعضها طيب انت دلوقتي عايز تلمها على بعضها اقرأها كده اقرأة سريعة في خمس داعي بعد كده اتوكل على الله وحل ايه اسئلتك تمام طيب يلا نبدأ نطبق يلا نبدأ نطبق انا ياسف ان انطولت عليكم بس انا فعلا بديك الطرق المثالية اللي انا اول واحد كطالب كنت كطالب ثانوية عامة جربتها وجابت معي نتيجة تمام اول حاجة choose the correct answer from A B C or D عندنا one what happened to the journalist عندنا he lived in the palace عيش في قسر عش في قصر فعلى أبدالرئيس uh he was caught by the police عباد عليه بواسطة الفل屋 he was buried under the palace يعني الدفن بريد يعني الدفن جاي من بري يدفن تمام اه under the palace تحت الاصر طيب number two which of the following is true انه قملة في القمل دي صحيحة the article article والمقال بتاع القرنان that the journalist sent was never published يعني the journalist didn't manage to obtain the required facts يعني مقدرش يحصل على required facts يعني required يعني مطلوبة يعني الحقائق المطلوبة the journalist was sent to prison okay was sent to prison اه for not getting the facts لانه ما جابش لايه ما قدرش يحصل على المعلومات ولا the journalist was arrested while counting the steps وهو بعد الخطوات اه اتقابض عليه طيب هنفهم الكلام ده طبعا انت دي كلها اسئلة بتدرد في دماغك انه فيهم الجملة اللي الصحيحة انت طبعا مش عارف اه ايجابتك هتتضح وانت بتقرأ الباسج number three what extra information was the journalist asked to obtain the information extra الزيادة للطول اللي الطلب من يعني يحصل على اللي الطلب من الجورناليست ان يحصل عليها the height of the president ولا the height of the wall ولا the number of the palace rooms ولا the height of the palace طبعا هيت معناها ارتفاع ارتفاع الحيطة ولا ارتفاع القصر ولا ارتفاع الرئيس نفسه ولا the number of palace rooms والعدد الاود طبعا دي كلها اسئلة ايجابتها واضحة فوق بس انا بحاول اثير فيك فكرة انك عايز تعرف الاجابة number four why was the editor impatient هنا ليه كان الاديتر اللي هو المحرر محرر الصحفي تمام اه ليه كان impatient انت اخدت قبل كده patient patient لو اخدناها كاسم معناها ايه معناها مريض طب لو اخدتها كصفة معناها patient صبور كصفة كادجكتف طيب impatient دي العكسها بقى غير صبور هنا ده جورناليست was arrested ولا the newspaper was closed ولا the president sent him a fax ولا the needed facts didn't arrive طيب number five بص اللي كنت بتكلم عنها من شوية the underlying word it refers to that يقصد بها ايه يقصد بها ايه كلمة sentence جملة fax الفاكس طبعا اه ارتكل مقال بلاس اللي هو القصر طيب number six to be fired means كلمة faired مقصد بها يفوق ايه طيب اه shot with a gun dismissed sit on a fire sit on a fire يعني يولع في النار promoted طيب بص هقول لك على حاجة كمان دايما لما بيطلب منك معنا كلمة ما بيقصدش عمتا يقصد اللي موجودة فين في اللي جيب اللي موجود في اللي تمام يعني فاير مسلا فاير معناها النار تمام وممكن معناها يطلق shot with a gun يعني يطلق الرصاص على حد تمام يعني i fired the manager مسلا يعني اطلقت الرصاص على المانيجر فتقول لي فاير ديني معناها shot with a gun اطلق عليه الرصاص قل لك لا يا حبيبي هنا في الباسج نفسها مش عمتا تمام فانتكون اعتمادك على القطعة اللي فوق طب انصر the following هنا according to the editor in what case would the journalist leave the work في اني حالة الجورناليست ممكن يغادر العمل number eight where was the journalist asked to go الطلب منه يروح فين mention a three kinds of danger that the journalist face اذكر لنا تلت انواع من المخاطر الجورناليست ممكن يفيس يفيس يعني يواجههم عندك فيس ممكن تستخدمه كverb معناها يواجه او كنون معناها وجهه طب هل تعتقد ان المعلومات الاضافية دي مهمة ولا طبعا هتقول اجابتك او نو بعد كده هتقول تمام طبعا ده هنا ده لما قالك يبقى اي اجابة منهم صحيحة ده على حسب ايه بقى على حسب فهمك انت وعلى حسب وجهة نظرك انت والاتنين صحيحين مية في المية اوكي طب نبدأ نقرأ الفاسج كده بالطريقة اللي انا قلت عليها انك تكون صحفي دي وظيفة مش سهلة في الكثير من المخاطر انه بيمر بيها الصحفي ده عشان ينجح في انه يغطي ولنفترض انه انت مش عارف معناها طب هو السؤال هنا الجورناليست ده بيغطي ايه اكيد بي ممكن بيطغى يبقى هنا معناها اخبار معناها احداث هي 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 معناها ايه احداث تمام بس لو قلت اخبار هي هي نفس المينج هتقدل غرض فانا انا بوصل لك لفكرة انك تحاول تخمن على حسب الجملة اللي قدامك طيب المخاطر دي زي ايه بقى انك تتهدد المخاطر دي زي ايه بقى المخاطر دي انك تتهدد من ناس ونفترض انك انت مش عارف بتاع مثلا تمام انك تهدد بواسطة ناس من خلاص يا عم ناس من بغض النظر ايه دي هم طبعا اللي معناها السلطة فخلاص تتهدد من ناس من السلطة تهدد من نوعية ناس معينها تهددك مش شرط تعرف معنا كل كلمة عشان ما تتعطلش طبعا دي سهلة اللي هم رجال الاعمال الاغنية تمام هم ممكن يهددوك بعض الصحفيين بيغطوا ايه بقى احداث ايه بقى تهدد حياتهم بالموت تمام زي ايه بالزبط زي احتراق الغبات طبعا النار اللي في الغبات دي وورز الحروب هاريكانز الاعاصير اديترز اف نيوز بيبر ان ماجازينز اوفن اوفن جو تو طبعا احيانا بتوع الصحف والمجلات يعني اللي هو ايه التطرف اللي هي الافوارة في المعلومة تمام طيب يعني ايه عشان يزودوا القراءة بتاعهم بايه بمعلومات غير صحيحة وايه كام طبعا يا مستر مش عارف يعني مش مشكلة المهم ان هما بيلجأوا للحاجة اللي هي دي تمام ليه بقى عشان يزودوا القارئ بمعلومات غير حقيقية انا بس انا عارف يعني معناها ايه معناها احصائيات يعني مثلا ميت واحد ماتو المسافة من هنا لهنا خمستاشر كيلو اللي هي الارقام دايما الاحصائيات الخاصة بالارقام طيب السنة اللي فاتت اه في صحفي كده اه 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 اتقدم في وظيفة ايه بقى صحيفة مشهورة جدا يعني معروفة عشان يكتب مقال بقى ايه عن ايه عن اصر الرئيس فين بقى في جمهورية اه افريقيا الجديدة تمام اول ما المقال وصل خلي بقى لك انت بقى شايف ات اهيه شايف ات بقى انت عامل على سركل من البداية فانتركز كده وانت بتقرأ حواليها اول ما المقال وصل ارى بقى ايه وانا افترض انت مش عارف مين الاديتر تمام مين الاديتر ده المهم الاديتر ده طبعا اكيد موجود في الجرنال معناه ايه ارى اول جملة ورفض ينشره ينشر ايه بقى وهو اللي بيتنشر هنا الغسيل يعني لا اكيد المقال يبقى اللي هو يبقى انت كده عرفت ان ات بيتعود على مين على طب اديتر رفض انه ينشر المقال ده يبقى مين الاديتر ده يبقى اكيد واحد في مرتبة اعلى من مين من الصحفي بغد النظر هو مين بس واحنا ما عارفين انه هو المحرر انا بكلمك بلغة الغموض تمام بحيس تعرف تتصرف متبقاش كده مكتوف الايدي وعارفت عايز تفهم كل كلمة اصليك فهمك لو كل كلمة ده مش معناه انك تحل صح وعدم فهمك لو كل كلمة مش معناه انك مش هتعرف تجيب لي في المارك لا هتعرف بس تركز في كلامي الارتكل اللي كتبوا الصحفي ده مكتوب ايه بقى بداية ويه مئات الخطوات تؤدي الى السد المنيع او الحائط الاعلى او العالي طبعا اللي حولين الاصر طبعا هنا الجملة دي لما اراها ما عقبوش هو رفض ينشر المقال بعت للجورناليست الصحفي ده فاكس فاكس تمام قال له يبقى قال له عايزك تجيب لي بقى تجيب لي بقى العدد الخطوات بالزبط كده يعني الصحفي كده مئات الخطوات طب هماشي مئة كم يعني متين تطو مية ربع مية اخو انا عايزهم بالزبط كده مية وسبعين مية ميتين واربعين بالزبط كده كم وطول الايه الحيطة تمام الجورناليست بدأ رحلته بقى عشان يدور على المعلومات دي انه هو ايه بقى يجيب تمام وارتفاع الحيطة استخرق وقت طويل انه يجيب المعلومات دي طبعا الايديتر طبعا الجورناليست استخرق وقت طويل دخل بقى الايه الايديتر متعصب جدا غير صبور طب المجلة كده هنوديها بقى تطبع بقى الصحافة والصحافة بتطبع بقى فهو مستعجل بقى عايز المعلومات بسرعة من الصحفي so he sent the journalist two more faxes بعت له اتنين fax كمان but he received no reply موصلوش ايرت he sent yet another fax informing the journalist that if he didn't reply soon he would be fired بعد بقى فاكس بيقول الصحفي بقى if he didn't reply قال له انت لو مردتش اه هنا هتحصل له حاجة يبقى ايه الحاجة دي اكيد يعني فايرد يا اما مسلا هيتطرد من شغله او هيتخصم له فلوس تمام كده هي طبعا هيتطرد من شغله بس انت مسلا وانا افترض انت كده فهمت من الكلام انه هو لو ما اه مردش عليه يا اما اكيد ايه اللي يعني هيكرمه يعني هيدي له جايزة لا اكيد حاجة ناجة في حاجة سيئة في اما هيتطرد من الشغل او يا اما هيتخصم منه طب انت هتبص بقى في السؤال تحت معناها ايه موجود معناها يضطرد ولا معناها هيتخصم منه الموجودة فيهم هتلاقيها معناها ايه يضطرد يبقى دي الاقرب للاجابة يبقى هي دي الاجابة فامتهي الفكرة في كده تمام مش لازم كل كلمة تعرف معناها اول ما الصحفي فشل انه يرد هنا مش انت ما تعرفش معناها تمام كده طيب ولنفترض قلنا المحرر ده نشر الايه المقال بغض النظر اللي معناها ايه مش هتوقعك والله في الاجابة الخاطئة تمام هي معناها بتردد يعني نشر الجورنال اه سوري المقال بترد از اتهاد تمام زي ما كن مكتوب من الاول اويك لاتر اويك لاتر اتلاست ريسيد فاكس فرم دي جورناليس بعد اسبوع وصل لفاكس من ميماء من الصحفي دو كمان اتبعت فين للسجن تمام هاوفر ومع ذلك وهو في السجن بقى بقى طبعا بمعانا بقى اه فاكس للمحرر بيقول له انه هو تقبض عليه وهو بيعد الايه لستيفس الخطوة رقم كام الف اه الف اه اربعة وثمانين اللي هي القدم الايه الخمستاشر اه اه طبعا الارتفاع بتاعها يعني ارتفاع الحيطة دي خمستاشر قدم تمام اللي هي محاصرة حوالين الايه الاصر انت كده قريت مرة وقالت تفسر زي ما انت كده كلم نفسك زي ما نكلم طبعا في سر لك طبعا مش مش بصوت عالي وحاول تفهم الحاجات دي حملت كده تمام هتقرأ بقى كده كاجمالي كقطعة واحدة وبعد كده هتبدأ تحل ايه لا سئلة طبعا احنا ما عندناش اتاحة الوقت دلوقتي ان احنا نقراها مرة تانية انا هتديك انك انت تقرأ مرة تانية وبعد كده نحل على طول طبعا انت هتوقف الفاديو وهتقعد تقرأ تمام هتوقف كمان هنا في ده وهتكمل اراية تمام بفرض كده انك قريت المرة التانية نبدأ كده بالاجابات بتاعتنا واحدة واحدة انت كده كده عندك سابق معرفة بالاسئلة دي تمام فازن كده العقل الباطن بتاعك بدأ يشتغل وانت ايه بتقرأ للمرة الاولى والتانية مع بعضهم طبعا انت مش هتجاوب حاجة حتى لو عندك الاجابة ايه اللي حصله عاش في الاصر طبعا هو تقبض عليه وهو بيعد لايه لستيبس خلي بالك وانت قطعة الكمبريمشن دي تعامل معاها على سينه درس درس عندك في الانجليش او درس اه في العربي درس نصوص او ما شابه ذلك تمام افهمه وكأنك بتذكره خلي معلوماته حضرة في ذهنك تمام طيب عندنا انهي جملة من الجمل اللي قدامك دي صحيحة المقال ما تنشرش لا طبعا هو تنشر الصحفي ما قدرش يحصل على المعلومات لا قدر يحصل في النهاية اتقبض عليه وراح يستجنع عشان ما جابش المعلومات لا طبعا هو تقبض عليه وبيعد اله الستيبس اخر واحدة اه فعلا هي دي صحيحة تقبض عليه وبيعد لايه الخطوات اللي هي الف اه اربعة وتمانين اه الخطوة رقم الف اه اربعة وتمانين طيب هنا ايه المعلومة الاضافية اللي حاب يعرفها مين تمام اه من الصحفي ارتفاع الرئيس لا اركز في دي هنرجع لها تاني عدد الاود لا ما طلبش ارتفاع الاصر لا هو طلب منه ارتفاع الحيطة اللي حوالين الاصر وعدد بالزبط كده اه طبعا ليه هو عايز تمام كده اه تمام هو طيب اه طب والجورناليست بيرد عليه لا ما ما بيردش عليه يعني راح يجيب المعلومات دي وما بيردش تمام فهنا ليه بقى تيجي نفهم ان الجورناليست تقبض عليه لا الرئيس بعث له فاكس لأ طبعا الصحيفة او الجورنال اتقفل ايوة اللي هي المعلومات او المعلومات المطلوبة لحد دلوقتي موصلتش اللي هي نفس فده خلا تمام هو عماله يبعث له فكساته والاخ ما بيردش طيب ات دي احنا قلنا عليها واحنا بنقرأ ها بتعيد ليه والفاكس والارتكل طب قلنا ايه الارتكل شوت فايدة انك تقرأ الاسئلة في الاول ايه النقطة دي طب احنا قلنا معناها ايه في الجملة فوق معناها انك تطرد من العمل طبعا مش تطلق تطلق النار على حد طب اني واحدة فيهم تطرد من العمل هنا ولا ولا طبعا هنا ايه دسمست شفت كده بقدوني سهلة ازاي طب هنا اانسر the following questions according to the editor in what case what the جورناليست ليف وارك تبقى لكلام الادتور في انهي حالة الصحفي هيغادر العمل انت كده لو رجعت للباسج كلمة لو انت بيتخدها بالشبه والكلام الفاضي ده لما اكل شيش فين كلمة اللي موجودة فوق مش موجودة خالص بس انت فهمت كلمة معناها هيضطرد من العمل هو يسيب العمل طب في انا حالة طبعا في حالة ان هو مش بيرد عليه ففي الحالة دي لو ما ردتش عليه فمش هيسيب العمل او لو ما اجابش بقى ايه المعلومات المطلوبة يبقى هنقول الاجابة طبعا هيسيب الشغل بتاعه هيضطرد يعني يبقى هنا اطلب مني وروح فين بقى طبعا هنا اه اللي هو الجمهورية الافريقية دي الجديدة تمام بطحة فوق في الباسج طب تيجي نجيبها اهي مكتوب يعني جريدة اه مهمة جدا معروفة طلبت منه ان يكتب اه مقال عن ايه في اه عن اه سوري عن الاصر الرئيس اللي هو موجود فين يعني هو الطلب منه يروح فين بقى تمام يبقى هنا افريكان ريبابليك يعني زي جمهورية كده قولنا تلات انواع من الخطر ضد الصحفي بيواجههم هنرجع بقى هنجيب تلات انواع تلات اه مخاطر بيواجههم الصحفي اثناء تأدية عمله تمام كده اه اه هنا اه وظيفة مش سهلة يبقى هيكلمك في المخاطر there are many risks اكيد مخاطر that the journalist has to take in order to succeed طيب ايه المخاطر بقى the risks involved هنبدأ من هنا being threatened with death by people in authority and wealthy businessmen دي واحدة طيب ايه هلو قوي ايه كمان دول كده اتنين هو عايز تلاتة التالتة بقى انت اتخدها من الفهم هو ما قالكش كده بالترتيب واحد اتنين تلاتة هو قالك واحد اتنين ما قالش التالتة طيب هنا السؤال بقى طيب اه هو الصحفي ده حصل له ايه اللي هو بيحاول يغطي الخبر ده وهو بيغطي الخبر ده حصل له ايه بقى he was arrested by the police يبقى في الحالة دي هو ده الخطر number number three اوكي تاب تيجي نكتبهم ايه اجابة اهي يبقى فاكر كلمة اهي زكرناها في الاجابة ها محتاج بتاعها لا تمام اني تابد عليك زي اخينا اللي اتقبض عليه ده ايه وهو بيهد الخطوات ده طبعا اه اجابة تخصك انت او هل تعتقد اللي طلبها دي المحرر مهمة ليه اه مهمة او ليه مش مهمة طبعا هن ما اعتقدش انها مهمة ليه بقى اه 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 بيكاز they are not important they are not important for the reader مش مهمين يعني they have no importance for the reader اللي هم اهمية للقارئ ولا هاي اهمية طيب تيجي نكتب لقابة وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اتمنى انكم استفدتوا مع ليش طولت عليكم بس ده في اول بس عشان نفهم ازاي احنا بنحل وان شاء الله مش هستغرق منه اكتر من عشر اتناشر دقيقة بالكتير خالص خمستاشر دقيقة مش نص ساعة زي دي اه ركزوا في كلام كويس وطبقوا على كتيرة وهتلاقي نفسك اه فعلا فعلا الموضوع مختلف معه وربنا وفقكم السلام عليكم ورحمة الله